يصادف اليوم الحادي والعشرين من مايو العام الماضي الذكرى الاولى لجريمة هرانة بمحافظة ذمارة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي باعدام عدد من المختطفين المدنيين عن طريق وضعهم دروعا بشرية في موقع عسكري مراسل قناة يمن شباب وسهيل عبدالله قابل ويوسف العيزري ورئيس الدائرة السياسية بحزب الاصلاح باب ابرز ضحايا تلك الجريمة الاكثر بشاعة وعدد اخر من الاعلاميين وبعد يومين من اختطافهم تعرض الموقع لقصف من طيران التحالف العربي ففرضت ميليشيا التمرد طوقا امنيا على مسرح الجريمة ومنعت دخول فرق الانقاذ والتحقيقات سعيا لتمسي معالم الجريمة اليوم وفي الذكرى الاولى لمجزرة هرانة انطلقت تظاهرة الكترونية للمطالبة باخذ حق الضحايا وتذكيرا للعالم بواحدة من افضع جرائم الميليشيات في حربها على اليمنيين وباسناد من ايران جريمة هرانة ليست سوى واحدة من سقل جرائم ميليشيات المخلوع والحوثي بحق الصحفيين والمختطفين المدنيين التي تنوعت بين الاعدام المباشر والموت تحت التعذيب واستخدام المختطفين دروعا بشرية وجميعها تصنف وفق القانون الدولي ضمن جرائم الحرب تزامنا مع حلول ذكرى جريمة هرانة صدر تقرير حديث عن العفو الدولية اتهمت فيه ميليشيات الحوثي بالقيام بعمليات اعتقال وحشية واخفاء قصري واخضاء المختطفين لعمليات تعذيب وتسعى الحركة الحوثية من خلال مشاورات الكويت لتمسي اثار الجرائم وحماية مرتكبيها عبر اصرارها للحصول على حلول سياسية تعطيها شراكة لتمنحها الحماية من الجرائم التي اقترفتها بحق اليمنيين